السلام عليكم عملاق إيطاليا ينقذ ماتس هوملس من مصير مجهول بعد غلق باب المركة أغلق المدافع الألماني المخضم ماتس هوملس باب التكهنات حول مستقبله وأعلن انتقاله رسميا إلى نادي روما الإيطالي وأعلنت الحسبات الرسمية لنادي روما على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي التعاقد مع المدافع السابق لبوروسيا دورتموند بايرين ميونيخ الألمانيين اليوم الأربعاء في صفقة انتقال حر ولم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة لكن تقارير صحفية إيطالية أشارت إلى أن هوملس صاحب الثلاثة خمسة عاما وقع عقدا لمدة موسم وحيد مع الذئاب مقابل اثنان فاصل خمسة مليون يورو ويعتبر هوملس واحدا من نجوم منتخب المانيا المتوج بكأس العالم 2014 كما فاز بالدوري الألماني ست مرات وكأس المانيا ثلاث مرات والسوبر الألماني ست مرات ولم يرتبط لاعب البالغ من العمر 35 عاما بأي نادي بعد انتهاء عقده مع بروسيا دورتمون ورحيله عن العملاق الألماني في يوليو الماضي رغم ترشيح اسمه للانتقال إلى عدة أندية في أوروبا والدوري السعودي وكان هوملس ضمن التشكيلة الأساسية لبروسيا دورتمون فيه نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد لكنه فشل في قيادة الفريق للقب بعدما خسر من الملكي من صف إلى اثنين ومن المنتظر أن يرتدي ماتس هوملس القميص رقم 15 مع روما وسيكون اللاعب الألماني السابع الذي يلعب للفريق الذي يقوده المدرب دانيلي ديروسي ومع إعلان انتقاله إلى روما طلق هومس نبأ سعيدا من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية بإعلان اسمه ضمن 30 مرشحا في القائمة الأولية للفوز بالكرة الذهبية عن عام 2024 لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد